أهلا بكم أعلن الدكتور محمد عواد رئيس المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم بأن الطلب هذا العام بإمكانهم تقسيم مباحث امتحان التوجيه ويتقدمون في الدورتين الدورة الأولى والدورة الثانية دون شروط كان هناك شروط سابقة لهذا الكلام دعوني أولا أضعكم في صورة هذا النظام العام الماضي والذي يليه والذي سبقه ثم أتحدث وأشرح لكم ما قال الدكتور محمد عواد بناء على ما قمت بتلخيصه مباشرة والكلام منسوب إلى الدكتور محمد عواد في لقائه المتلفز مع وكالة معا وفضائية معا أولا العام الماضي والذي سبقه والذي سبقه كان لا يحق للطالب أن يتقدم في امتحانات الدورة الثانية إلا إذا نجح في أربع مواد على الأقل نجحت في أربعة؟ ماشي ظل عليك أربعة؟ تتقدم في شهر ثمانية طب نجحت في خمسة وظل عليك ثلاثة؟ تتقدم في الثلاثة في شهر ثمانية طب إذا في الدورة الأولى نجحت في مادتين أو ثلاثة بس لا يحق لك التقدم للدورة الثانية في شهر ثمانية واضح الكلام؟ إذن مشان تتقدم في الدورة الثانية في شهر ثمانية العام الماضي والذي سبقه والذي سبقه كان يشترط عليك النجاح في نصف المواد أن نجحت في أقل من النصف تتقدمش في شهر ثمانية ويعطيك العادية الآن وزارة التربية والتعليم على لسان الدكتور محمد عواد سمحت أن يتقدم الطالب بدون شروط للدورة الأولى والثانية يعني أنا بدي أقدم والله مادتين في شهر ستة وبيظل عليه ست مواد بدي أقدمهم في شهر ثمانية يحق لك ذلك أنا بدي أقدمهم أربعة أربعة بدي أقدم أربعة في شهر ستة وأربعة في شهر ثمانية يحق لك ذلك عليك أن تحصل على جدول الامتحانات في الدورة الثانية بالمناسبة الامتحانات في الدورة الأولى تبدأ مع دوام يوم الأربعاء سبعة ستة 2023 وتنتهي بتاريخ 26-6-2023 والدورة الثانية تبدأ بتاريخ 8-8-2023 وتنتهي بانتهاء تاريخ 21-8-2023 مع الانتباه بأن هناك امتحانات عملية مسبقة للفروع المهنية والكفاءة المهنية أيضا إذن من يتقدم في الدورة الأولى كل المواد وهذا ما أتمناه وأريده بتطلع نتائجكم يا جماعة في آخر شهر سبعة وبتبدأ الزغريد وبتبدأ التقوس الجميلة وأصلا التوجيه طعمه ورائحته وذوقه وكل حواسه هي في شهر سبعة دائما التوجيه رونق الجميل في شهر سبعة خلينا بكى صريح معكم التوجيه رونق يضعف في الدورة الثانية يعني أنه كثير بيهتم في نتائج الدورة الثانية زي الاهتمام في الدورة الأولى ما تكنعونيش يعني ما احنا شايفين وعايشين مع بعض الناس بتهتمش كثير وإنت بتطلع نتائجك في الدورة الثانية بقدر ما بتهتم في الدورة الأولى إذن تقدمت لامتحاناتك كاملة بشهر ستي بتطلع نتائجك بشهر سبعة ولكن إذا قمت بتقسيم المواد بدك تستنع حتى يخلصوا طلاب الدورة الثانية لأنك بدك تتقدم معهم أنت من تقسمت المواد مش تتذكره أنه مثلا على سبيل المثال قدمت أربع بشهر ستي أربع مواد وظل ما عليك أربع مواد مثلا في شهر ثمانية تمسك الجدبل وبتشوف وين تاريخين وبتقدمهم في أيامهم المعتمدة في التاريخ المنشور من الوزارة طيب وينت بدين يطلع النتائج الأربع مواد يعني ما بتطلع نتيجتك بأربع مواد قدمتها بشهر ستي بدهم يستنوا عليك الوزارة تتقدم الأربع مواد اللي ظلن في شهر ثمانية ويصلحوهن ويجمعوهن مع الأربع مواد اللي قدمتن في شهر ستي ويطلعوا معدلك وينشروه مع إعلان نتائج الدورة الثانية طوالة طوالة يعني اللي بدو يقسم امتحاناته نتائجه رح تطلع بشهر تسعة واضح الكلام بشهر تسعة تقول لي بتأخر تسجيل جامعة بتأخرش تسجيل جامعة هذه شغلات مش من اختصاصي وهناك الكثير من الأسئلة أنا أتحرج في الإجابة عنها والكثير من الكلام لا أستطيع الحديث عنه لأنه لا يقع في دائرة اختصاصي ولا أستطيع أن أتعدى على دائرة اختصاصي الغير في الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم أو في مديرياتها فإن كان لديكم أي استفسار لا توجد لديه إجابة شافية تشفي الغليل أنا أنصحكم بأن ترفعوا سماعة الهاتف وتتصلوا على قسم الامتحانات في مديرياتكم وتسألوا قسم الامتحانات ولا أي قسم ثاني هو يستطيع أن يجيبكم حتى أنا لا أستطيع لأنه بصراحة مش شغلي مش اختصاصي أني أجاوبكم بهذا الموضوع ولكن الآن أنا أفسر لكم قرار الدكتور محمد عواب كما جاء في برنامج نور الملح كل التحية للزملاء في فضائية معا وفي تلفزيون كل الناس فبالتالي القرار واضح بإمكانكم التقدم للدورتين وأنا أشرح هذا القرار ولا أقول أي شيء يخص الامتحانات بشكلها أيضا لا يوجد هناك أي حذوفات أخرى متوقعة لا تتوقع أبدا أن يتم الإعلام عن أي حذوفات ثانية ما تتحججش يعني شو ما تتحجج بعرف ما أنا عايش الظرف معكم ما تقول ليش ما ختمناش ما تقول لي بعرف إقضايا لنا تسلين صفحة من هذا الكتاب ما تطبناش فيه وهذا الكتاب مش مشروح منه لسه درس من الفصل الأول وهذا الكتاب رغم ذلك ورغم كل هذه الأمور لن يتم الحذف مجددا من هذا الامتحان وأنا مع هذا القرار وكل الاحترام وكل التقدير لأنه الله لا يصرش توجيه من هذا إن حذف أكثر منه وستفقدوا مهارات كثيرة أنتم بحاجة إليها في المسارقات الجامعية وبالتالي لا يستطيعوا الحذف طب وكيف استردنا نلحك هناك ثلاثة شهور متبقية ثلاثة شهور كاملة تقريبا أقل قليل باستطاعتكم إنكم تحلوا مشاكلكم بالمدرسة مع معلم وجاهي مع معلم على الشبكة العنكبوتية على منصة التعليم المعتمدة لو وزن التربية والتعليم هناك دروس يقوموا بتنزيلها حسنا مشكلتك بتفهم بتفهمش على معلمين على معلمات كل واحد وكل معلم وأسلوبه وطريقته وكل شيخ وطريقته كما يقولون في الأمثال وبالتالي عليك فقط أن تحاول أن تجد حلاً للمادة غير المقطوعة مع أستاذ مدرسة مع أستاذ وجاهي خاص إذا أنت بتقدر مع أستاذ على الإنترنت على اليوتيوب ظلك ابحث لبكرة الصباح تتحل مشكلتك على منصات التعليم الإلكترونية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم موجود هناك بعد كل هذا تيجي تكون ما فيش حل لا المشكلة صفت عندك أنا نصيحة نهائية حاولوا قدر الإمكان وأنا والله معكم قلباً وقالباً وأعطيكم من وقتي أكثر ما أعطي لأي شخص آخر وأعطي من وقتي أكثر مما يعطي أي زميل آخر على خريطة فلسطين وأقول لكم بأن لو طالب محلكم أفضل أن أتقدم لجميع الامتحانات في شهر 6 وبفكرش نهائي أقدم في شهر 8 أنا بعضر بتعظيم سلام ومحبة وتقدير واحترام لكل شخص بفكر أنه يقدمهم كلهم في شهر 6 هذا سجورت بعرف ما هو يا أستاذ وما هو وما هو ورغم ذلك بقول كل الاحترام أنا مقتنع بس احترامي بس للي بده يقدمهم كلهم في شهر 6 هذا طالب يستطيع أن يضع يده على الجرح ويحاول أن يحل مشاكله بسرعة إذن ملخص مفيد آه بتقدم في ثلث ربع مواد وتأجل في ثلث ربع مواد إذا بدك للشهر 8 بس بدك تستنى نتائجك تتطلع إلى شهر 9 ورح تفقد رونك التوجيهي ومش راح تحس إنك توجيهي ولا راح ينجي يباركه كما يجب ولا تعمل حفلات كما يجب ولا هل مفاش لأنه بصراحة الاحتمام بنتائج الدورة الثانية عندنا كأهالي مش زي الاحتمام بالدورة الأولى تمام والواحد يسألك آه ليش ما تلعطش نتائجك تقوله والله أنا كدمت أربعة ولسه بدي أكدم الأربعة شهر وانت شو صار معاك والله أنا كدمت خمس مواد وضعين لي ثلاث مواد باستنى في شهر ثمانية وبدأ كدمهم سلام عليكم مش حلوة مش حلوة مش حلوة صح فأنا بفضل إنك تأخذ توجيهي توجيه مرة واحدة بتكدمها إذا ما فرحتش في شهر سبعة كما يجب فرحتك ستكون منتقصة فحاول أن تكون فرحتك كاملة لك ولأسرتك ولمحيطك ولنفسك قبل كل شيء هناك كثير من الأمور لا أستطيع الخوض بها أبدا أو الحديث عنها لأنها لا تقع في دائرة اختصاصي وإنما في دائرة اختصاص قسم الامتحانات وبالتالي إذا كان لكم أي سؤال يعلق في ذهنكم ولم تجدوا له حلا شافيا نصيحة لكم أن ترفعوا سماعة الهاتف إلى مديرية التربية والتعليم تتحدثوا إلى قسم الامتحانات وتسألوه مباشرة عن مشكلتكم الشخصية حاولوا قدر الإمكان أن تتقدموا لجميع مباحثكم في شهر ست وأن لا تنتظروا شهر ثمانية وتأخير نتائجها لواحد تسعة مع العلم أنه يحق لكم ذلك ولكن الواحد مش ضامن شبط يصير معه ما بين شهر ست لشهر ثمانية في هذول الشهرين وبجوز هو يندم أنه ما قدمهنش كلهن في شهر ست أستاذ فيهن شوية مشاكل والله بعرف حلوهن في هالشهرين ونص كل واحد مشكلته الشخصية بتختلف عن الآخر وحلها وطريقتها بتختلف عن الآخر فيحاول أنه يجد حل مشكلته فما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة هناك أسفل الفيديو عنوين تواصل وبنرد عليكم اتباعا إلى اللقاء